ملفنا الثاني مشاهدين الكرام لهذا اليوم هو عن عزوف بعض السعوديين عن سائق الأجرة وللأسف السعودي نشاهد هذا الاستطلاع ثم نعود لكم لمناقشة سبب هذا العزوف ويسرنا أن نستضيف المستشارة الاجتماعية والأسرية الأستاذة مهى قبطان للحديث حول هذا الملف إذن نتابع هذا الاستطلاع ومن ثم نعود موسيقى بالله أفضل أركب مع السواق الأجنبي صراحة يعني ما راح يطالع السعودي يعني عربي مثلي بيقد يطالع الأجنبي يعني حتى لو بيسوي شيء لا سمح الله ولا بيتحرش ولا بيتكلم يعني حدا بيتسفر ممكن السائق السعودي أمي الله أكثر ممكن يعني يبديك ممكن تناقش معه تفاوض معه ممكن يعني أفضل من الأجنبي أجنبي تحفظ شيء ما يتفاوض معك بزيادة طبعا سعودي لأن ابن البلد أولى والأمان يعني يعني بيكون أمين في السعودي يعني أقدر أتفهم معه أقدر أتكلم معه يفهم عليه وأفهم عليه بلغتي يعني حقيقة ابن الوطن هو الأولوي أهلا وأنا الحقيقة أنا لو رجعتني شخصيا فأنا أفضل ابن البلد ليش الأولا فيها الأولا ضمان ضمير محترامي تقديري العمالة الأجنبية لكن يبقى ابن البلد هو الركيزة الأولى اللي يعتمد عليها اقتصاد البلد فابن البلد يعني الحقيقة بيكون هو ابني أو ابن عمي أو أخي أو عمي فابن البلد مهما تكلموا في الآراء وكذا يبقى ابن المواطن هو الرقم واحد يعني ما تعودوا أول شي على أنه يكون السائق سعودي غالبا تعودت السيدة أن يكون السائق دايم أجنبي فمن هذه الناحية ناحية التعود من ناحية الثانية أنه عربي وبيقعد يتكلم وزي كذا يعني كنا يحب السيطرة يحب السيطرة مثلا ومثلا يمكن يعني يقدر يفرض رايه عليه ينفخ عليه السعودي ما يقدر هذي ممكن السبب يعني يخالي السعودي نيركم معه جنبي الخصوصية يبدو لي هي اللي الحقيقة خلت العالم هناك عزوف نوعا ما لأن الخصوصية الناس في قونة خصوصا في مشوار ومع الزحمة المواصلات أو الحاصل الآن في مدينة الرياض بعض التعديلات يعني الناس تبقى تقضي الوقت وبيتكلم وبيغى يدخل على الخصوصية فبن البلد هو ضحية الحقيقة أنا في تصوري شخصي يبقى هو ضحية ليش الناس تبقى الخصوصية مهما اندى فالإنسان يبقى خصوصيته عشان كذب البلد يفهمه ويفهم اللهجة ويفهم العادة والتقاليد أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام نتحدث اليوم عن عزوف بعض السعوديين عن سائق الأجرة السعودي طبعا في ملفنا الثاني في استوديو الإخبارية معي في الاستوديو المستشارة الاجتماعية والأسرية الأستاذة مهى قبطان أهلا وسهلا فيك أهلا فيك وشكرا ومقدرة لإتاحة الفرصة لي في المشاركة ببرنامجكم الله يعطيك العافية الحين ليش يفضلون يعني كل المستخدمين للسيارات والتاكسي يفضلون السائق الأجنبي عن السائق السعودي أول شي انت جيتي مع سائق أجنبي ولا مع سعودي؟ والله السائق اللي جيت معي لا أجنبي خاص؟ ايه سيارة خاصة أكيد مش تاكسي يعني؟ لا طيب ليش الناس تفضل أو شريحة منهم يفضلون السائق الأجنبي عن السعودي؟ هي في صورة نمطية مأخوذة في المجتمع من ناحية أنه الغير سعودي من ناحية أنه هو أفضل لأنه ما يستطيع أنه هو يعرف المحادثات أو يستطيع أنه يتدخل في نوعية الحوار اللي حاصل بين الزباين اللي راكبين معه يعني الزبون يأخذ راحته أكثر؟ هي تتهيأ لي أنه لو كان الزبون أو زبون يعني أنه حيأخذ راحته لو استخدم الجوال أو تكلم بالتليفون أو كان يسوي أي ممارسة السائق الأجنبي عاداته وتقاليده تختلف عن المجتمع السعودي فما رح ينقد عليه لو كشفت وجهها مثلا ما رح ينقد عليها لكن لو كان سعودي حتكون هي متوجسة شوي يعني فتكون محافظة أكثر في تصرفاتها فيه بعض يعني فيه رأي يقول أن دائما السائق السعودي يكون شوي حشري أصلا هو هو شوي محكاة شوي فضولي هو فضولي وبعدين فيه شوي لقافة يعني يعني أنت موافقة على ذا الموضوع والله أنا إيه لأنه بطبع المشكل يعني يحب أنه يعرف يلم بكل الأشياء اللي حوله يعرفوا ش اللي حاصل حواليه يحب أنه مطلع شوي يعني من ذولي أنتم من أنتم أنت من أنت أنت ويش أنت فلن رايح فلن جاي ومنين رايح ومنين جاي لو تقوله أنا بروح مثلا عن طريق الملك فهد يقولك لا 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 هلحين فيه زحمة خلنا نروح من طريق ثاني فأحيانا يكون الواحد عنده اهتمام أنه يروح عن طريق معين مثلا السعودي لاح يقولك لا أي نعم هم ولم وعارف الشوارع وعارف كل شيء هذه ميزة لكن الممكن أني أنا ما أحب هذا الطريق أو أنا أخاف من هذا الطريق فهو ما يحسب حسابات أشياء ذلك هل تتوقعين أنه المجتمع يعني عنده هوس بالخصوصية لدرجة أنه حتى ما يتقبل أنه سائق الأجرى أنه يتكلم معه يعني في دول العالم كلها سائق الأجرى دائما هو شخص أنت يعني تبدأ حديث معه عن البلد يعطيك تصور عن البلد صحيح ولا الفضول اللي عنده السائقين لا يحتمل لا أنا أتوقع أنه عندنا إحنا تخوف وتوجس زي مشكلة عندنا الحسد وعندنا الأشياء هذه اللي مش هي دارجة هي أصبحت كنوع من منسمات تميز المجتمع السعودي يعني حليلين السواقين كويسين ما فيهم شيء سعوديين ممتازين بس المجتمع هو اللي فيه مشكلة والله بصراحة لله أنا بصراحة أنا أشجع الشباب السعودي أنهم يشتغلون كسواقين أجرى يعني وبعدين بصراحة أنا شوهم نشميين يعني وممكن أنه يساعد ممكن أنه يعني يتغاضى عن الأجرى شوي ممكن أنه يخدم أي وليه لا يعني وبيني بينك أنا أحضر أنه يكون سعودي بدل ما أني يعني من كل النواحي ولد البلد يعني أهل مكة أدرة بيشعابها فأنه يكون سعودي أفضل أنه عندي أنه ما يكون سعودي طيب الهاجس والخصوصية هذه اللي متجذرة عند كثير من المجتمع وش تتوقعين وش أسبابها؟ يعني بحكم أنك أنت مختصة مستشارة اجتماعية وأسرية والله هي في المجتمع عندنا في عنده عدم يعني عدم تقبل الآخر عدم تقبل النقد عندنا الناس أنه إذا نقتني فأنت يعني أكيد متقعد لي يعني ما هو الموضوع بالشكل هذا؟ أنا ممكن يكون في عندي عيوب والطرف الثاني عنده عيوب وإحنا نتحاور وكل واحد فينا يدلي بدلو قد يكون هناك في اختلاف في الثقافات فلها دور أحيانا في أنه الواحد يكون كيف أنهم لرغم أنه سعودين خليهم يطلعوا بره بلدهم ما أعتقد أنه ستكون عندهم نفس المشاعر هذه فعلا هذا الملفت أنه في الغالب تصير إحنا عشان نحاول نعدل من هذه السلوكيات عند المجتمع أو نوعيها أكثر وش إحنا محتاجين أنه إحنا نوعي المجتمع أنه هو يقلل من هذه الخصوصية؟ برامج توعوية كثيرة بعدين الإعلام يسلط دور الإعلام كبير في توجيه أفراد المجتمع يعني مثلا عندك برامج دعائية تكون كثيرة سواء برامج كرتونية للأطفال للكبار لجميع المراحل العمرية كل ما أنت وعيت المجتمع كل ما استطاع أنه يتقبل نفسه أكثر ويبعد عن اهتمامه التمحور وحول الذات خليني أخذ هذا الاتصال من رشيد من القصيم رشيد حياك الله تفضل رشيد معي نعم معك حياك الله تفضل نعم معك تفضل عندك مشاركة حياك الله تفضل الله يدردك أشكرا أنا يليت بس اسمعني إسمعني بس تم رش الله بارك الله طرحت موضوع معيز جميل جدا لهمش يليت تسمعني من التلفون مش من التلفزيون لو سمحت طيب طيب لو سمحت لو سمحت أنا أسمعت حاليا من التلفزيون يا الثاية لا من التلفون أبو أي من التلفون طيب تفضل تفضل لأ سب أنا ألقي باللوم على الأخت مما قد طال لي قبل قليل قالت يعني رمض ببعض العتب الرقيق على سائق الإجراء السعودي سائق الإجراء السعودي ابن البلد ويحتاج الدعم ونا من المشجعين له فأرجو يكفي السائق السعودي مضايقة العمالة الواقعة له يكفي السائق السعودي الاستهزابة من الآخرين يكفي السعلم الأخطان رشيد الله أعطيك العافية ترهي ما قالت يعني لأنت فهمته ترهي ما قالته ولا احنا نتكلم نحن بالعكس نقول يعني هذه مهنة شريفة والمهنة الشريفة يعني ما فيها ما فيها أي مشكلة يعطيك العافية شكرا جزيلا لك رشيد من القصيم أرجع لك أستاذ أستاذة مهى كيف احنا ممكن نزرع هذا الموضوع عند الأجيال يعني الأجيال القادمة ولعلي أختم بهذه الإجابة لو تكررتي زي ما قلت لك برامج التوعية دائما وبعدين هتكون برامج توعية مرحلية على أساس أنه مثلا نطلع السائق السعودي بصورة لطيفة وجميلة أنه مثلا يشيل الأطفال مثلا أنه مثلا يقدم خدمات مثلا لما نيجي مثلا صرف الفلوس مثلا أنه يعني كيف يتعامل كلما طلعنا أنه بصورة لطيفة وبصورة جميلة كلما كانت صورته محببة أكثر يعني وتحسنت في المجتمع وتحسن ويكتر فيه له قبول أكثر وأعتقد برضو بنفس الوقت هذا رد على الأخ رشيد أنا قلت أنا أشجع وأتمنى أنه شبابنا أنه بيشتغلون شباب أو كبار أنه بيشتغلون كسائق أجرة على حكس ما أتوقع أنه ما وصلت الفترة يعطيك العافية المستشار الاجتماعي والأسرية الأستاذة مهى قطان شكرا جزيلا لك